حصدت الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا المركز الأول في مؤشر براءات الاختراع خلال فعليات معرض القاهرة الدولي للابتكار في نسخته السابعة أوضح رئيس الجامعة المصرية اليابانية عمر عدلي أنه خلال فترة أقل من عشر سنوات تم التقدم لتسجيل 83 براءة اختراع تغطي جامعة خصوصات العلوم الهندسية والعلوم الأساسية مضيفا أن الجامعة تعطي أولوية قصوى لدعم الابتكار وتوجيه الأبحاث التطبيقية لخدمة الصناعة لزيادة القيمة المضافة لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة